اشتركوا في القناة افتتحت فاقدة هذه الارباح التي حققتها بالامس كيف تعلق على هذا التدبد في اسعار النفط بسم الله الرحمن الرحيم اهم ما في الامر ان هي بدأت الاستقرار الحقيقة استمرت في مستويات الخمسة وخمسين والستة وخمسين بالنسبة لخام نايميكس ومناطق الستين دولار بالنسبة لخام برينت ودي ما يعنينا في الوقت الحالي لان هو ده حتى ما دعم في اسواع الاسهم الخليجية وحتى في اسواع الاسهم في المنطقة العربية النقطة المهمة جدا اللي انا الحقيقة يعني ما شاهدتش العديد لفت اليها النظر في ان عمليات المضاربة كما تتم في الصعود بتتم ايضا في الهبوط بمعنى ان المضاربين مع ارتفاع الاسعار الكبير ووجود العديد من الاحداث الايجابية دايما ما بيستغلوا هذه الاخبار في ارتفاع الاسعار بشكل اكبر وشكل اقصى للاستفادة من عمليات المضاربة نفس الامر بيحصل فيه تراجعات الاسعار بيحصل ضغط شديد جدا في ظل الوجود العديد من الاخبار السلبية ولهذا اعتقد بدءا من مستويات السبعين دولار بدأت تحصل عمليات مضاربة شديدة جدا على هبوط الاسعار الى ان وصلت الى المستويات الحالية عند المستويات الحالية بدأت تهدى الامور نسبيا على اعتبار ان القوى البايعية بدأت تتراجع بشكل كبير مع انخفاض الاسعار في فترة زمنية قصيرة جدا لو بصنا عليها تقريبا من يونيو او من منتصف يونيو حوالي 50% تراجع في الاسعار طبعا ده من الناحية الفنية بشكل عام يعني وبالتالي بدأت الاسعار تستقر نسبيا عند هذه المناطق لتبدأ الاستعداد للدخول في حركة تصحيحية لاعلى وكما هو الحال دائما في اسواق سواء السلع او الاسهم او في الاسواق المالية بشكل عام دائما ما الاسعار بتتحرك في موجات سعودية وهبوطية وعلى هذا الاساس بتوقع ان الاسعار على قدر ما هتستقر في المستويات الحالية على قدر ما هتبدأ الدخول بالفعل في Upward Correction وقد تقترب مرة تانية من مستويات السبعين دولار قبل ان تواجه قوة باعية جديدة لكن المهم ان هي في الوضع الحالي بتستقر في المستويات الحالية ما فيش كسر لمستويات ال54 دولار بالنسبة لنيمكس ولا 58 دولار بالنسبة لبرنت وده اللي احنا زي ما احنا شايفين وقلنا انه بيدعم الى حد ما من اسواق المال في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية بشكل عام نعم هناك من يرى بان اسعار النفط ربما تكون مستقرة ولكن من يرى انها متذبذبة وستبقى ما بين مستوى دعم ومقاومة حتى منتصف 2015 هل تعتقد ان هذا صحيح ام ان يعني وفرة المعروض والعوامل السلبية الاخرى هي من سيفرض يعني سيطرتها على الاسواق يعني 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 زي ما قلت حياك احنا كلمنا من الناحية الفنية فقط على اعتبار ان الاسعار ترجعت بشكل حد جدا في فترة زمنية قصيرة وعلى هذا الاساس بنتوقع الارتداد التصحيحي لاعلى بالتأكيد حيبقى فيه مستويات سعرية حيتوقف عندها الاسعار لكن انا ما اعتقدش انها هتبقى عند مناطق الخمسة وخمسين والستة وخمسين دولار اعتقد ان هي قد تشهد حركة صحية الاعلى لتعويض جانب من الخسائر الكبيرة دي خاصة مع اختراب الدولار ايضا من مستويات مقاومة قوية اذا ما هيك عارف انبارح الدولار كان بيحقق مستويات قياسية لم يشهدها من خمس سنوات مع البيانات الامريكية القوية في الربع الثالث ومعدلات النمو الكبيرة وزيادة الانفاق المستهلكين بشكل فاق التوقعات وكلها اخبار ايجابية بشأن الاقتصاد الامريكي دعمت بشكل كبير من صعود الدولار امام بقية العملات وشوفنا اليورو بيجيب ادنى مستوى من 2012 اعتقد مع اقترابه من مناطق التسعين ونص تسعين تمانين كمؤشر للدولار ان ده حيعوقه مؤقتا على استمرار الصعود وبالتالي حيسمح لارتداد تصحيحي لبقية العملات وبالتالي السلع ايضا قد تستفيد من هذا التوقف المؤقت في الدولار وبالتالي يحصل الارتداد التصحيحي اللي احنا بنتكلم عليه ونشوف اقتراب من مناطق الـ 65 او الـ 70 دولار على اقل تقدير قبل ان تستقر الاسعار حول هذه المستويات وزي ما قلت حياك ان الهبوط الحاد اللي حصل من بعد ما كسرت الاسعار مستويات السبعين انا في رأيي شخصي عمليات مضاربة قوية جدا استغلالا لقرار اوبك بعدم خفض الانتاج هذا القرار اللي هو يعني واجه البعض بشكل معارضي شوية او عرضه البعض خاصة المتعملين في اسواء الاسهم على اعتبار ان هما كانوا متأسرين بشكل كبير من التراجعات الحادة اللي حصلت في سعر النفط انا براه طبعا قرار صائب تماما حتى لا تتكرر الازمة اللي حصلت في 86 لما تم خفض الانتاج وفقدت اوبك طبعا جزء كبير جدا من حصصها وبالتالي هي بتحافظ على حصتها السوقية وشفنا التصريحات اللي جاءت من السعودية ومن الامارات ان حتى لو انخفض الاسعار الى مستويات العشرين دولار اوبك لن تخفض حصتها على اعتبار ان الدول اخرى قد تستفيد وتستحوز على العملاء اللي هيتم تخفيض الحصص وعلى الدول الاخرى اللي خارج اوبك اذا كانت يعني بترغب في خفض الانتاج هي اللي تخفض الانتاج دا شأنها وبالتالي تؤثر في الاسعار لكن اوبك مش هتخفض الانتاج وثابت الامر للعرض والطلب وانا زي ما بقول لحيك انا بتصور ان حيكون في ارتداد لاعلى على الاقل لتصحيح جزء من الهبوط الحاد اللي حصل في مستويات ال65 الى 70 دولار ومن ثم هنا بقى تبدأ الاسعار في الاستقرار تبعا لظروف العرض والطلب فيه هنا نعم ايضا يعني من ابرز العوامل يعني اللي انعكست سلبا على اداء اسواق النفط يعني هو الفائض اللي يظهره اخر تقرير لمعهد البترولة الامريكي بزيادة قدر وخمسة ملايون برمين بعيدا عن العجز الذي كان فيه الجلسة الاسبوع الماضي ما الذي يعنيه هذا الكم من الفائض في الاسواق يعني زي ما حيك عارف ان المعروض اصلا مرتفع في الاسواق يعني البعض بيقدرها ما بين 1 الى 3 مليون برميل يوميا فائض في الاسواق وهو ده يمكن اللي عامل ضغط شديد على الاسعار مع زيادة انتاج النفط الصخري وحوالي 20 الف برميل زيادة في انتاج الامريكا من النفط الصخري حصل مؤخرا والبعض برضو بيرى وانا منهم الحقيقة ان مسألة النفط الصخري دي يعني مسألة حتقل حدتها تباعا مع الوقت خاصة مع استقرار مستويات اسعار النفط التقليدي حول مستويات 65 الى 70 دولار مسألة النفط الصخري حيقل الاعتماد عليها او الاستثمار فيها من جانب الولايات المتحدة الامريكية نظر الارتفاع التكلفة وهم دلوقتي حتى بيعتمدوا على الابار اللي هي بتتراوح تكلفتها ما بين 45 الى 50 دولار وزي ما حيك عارفهم ما فيش تكلفة محددة للنفط الصخري كلها تكهنات ما بين 40 الى 75 والبعض شايف انها من 50 الى 80 لكنهم بيعتمدوا دلوقتي على الابار اللي هي اقل تكلفة بشكل كبير نظرا لانخفاض النفط التقليدي وحتى البعض نظر على قرار اوبك بعدم خفض الانتاج ان دي يعني فيها نوع من اعلان الحرب على النفط الصخري واذا حتى ده حقيقي فده امر طبيعي وده حقهم بيدفعوا عن سلعتهم المباشرة وبالتالي انا شايف ان انخفاض المخزونات الامريكية ما كانش له تأثير كما كان الحال في زيادة المخزونات اللي له تأثير اكبر هو في الفترة الاخيرة تحديدا عمليات المضاربة الحادة جدا اللي ضغطت على الاسعار استغلالا لقرار اوبك بعدم خفض الانتاج جميل ايضا هناك من يرى بان المفترض على المخزونات تسجل عدس باكثر من مليوني برميد مثل هذا الرقم ما الذي يمثله بالنسبة للفائض في المخزونات يعني ممكن تستفيد منه الاسعار على الاجل القصير في الارتداد التصحيحي اللي احنا بنقول عليه يعني اي اخبار في الوقت الحالي ايجابية على اسعار النفط اعتقد هتدعم من صعوده لانه هو بيحضر لهذا بالفعل يعني لو احنا زي ما بقوله حيكبصينا على الناحية الفنية فقط هنلاقي مؤشرات عديدة مؤشرات فنية طبعا خاصة مؤشرات المومنتم انديكيترز اللي هي مؤشرات العزم بتشير الى طباط واضح في عزم الهبوط وبالتالي اي اخبار من شأنها دفع الاسعار لاعلى هنبص نلاقي ارتدادة في منتهى القوة شريطة بس ثبات الاسعار فوق مستويات ال54 دولار زي ما قلنا علشان هي دي مستويات الدعم الوحيدة اللي موجودة اللي هي بدأت الاسعار تتماسك عندها لانه للأسف مفيش دعوم اطلاقا اللي قاع 2008 اللي هو قرابة 34 دولار تقريبا لان النزول حاد جدا وما فيش اي مستويات تاريخية من مستويات دعم اللهم يعني دعم قصير كده او ضعيف قديم قوي عند مستويات ال50 دولار لكن انا في رأيي الشخصي ان مع وجود المؤشرات الايجابية اللي احنا شايفينها على مؤشرات العزم اتصور ان حيكون فيه ارتداد تصحيحي قبل ان تظهر قوة بايعية جديدة نظرا لتراجع قوة بايعية بشكل كبير جدا مع انخفاض الاسعار في فترة زمنية قصيرة جدا كما حدث بالزبط في اسواق الاسهم اللي احنا شفناها فيه سواء في السعودية او في دبي او في قطر على مدار الاسبوع الماضي نعم لكن ماذا عن البيانات الاخيرة من الولايات المتحدة يعني جاءت ايجابية بشكل عام ومتفائلة الا يجب يعني ان نرى نوع من امتداد اسواق النفط بالتأكيد ولكن ده هيحصل على الاجل المتوسط وعلى الاجل الطويل لكن مش على الاجل القصير واضح تماما الاقتصاد الامريكي يعني بيشهد تحسن كبير وده بين من الربع الثاني اربعة وستة من عشرة معدل نمو والان خمسة في المية معدل نمو وتراجع معدلات البطالة الى قرابة الخمسة وستة من عشرة في المية وده مستويات قياسية وحتى مسألة رفع الفائدة يعني التصريح الاخية اللي جاء للجنة الفيدرالية بانهم هيتحلوا بالصبر علما بان كان المفترض في 2013 لو تذكر حياتك ان هما كان الخطة بتاعتهم قائمة على ان تحرك اسعار الفائدة لن تكون قبل 2015 مع تراجع معدلات البطالة الى ادنى من مستويات السبعة في المية طبعا دلوقتي المستويات اقل كثيرا من سبعة في المية وكذلك معدلات النمو ارتفعت بشكل كبير ولكن هو يخشى انه هو لما يزيد الفائدة يزيد الارتفاع في الدولار ومن ثم يتأثر الاقتصاد الامريكي في ظل تباطئ الاقتصادات الاوروبية بشكل عام واستعداد الدولار لمزيد من الارتفاع وعلى هذا الاساس ما اعتقدش انه هو يعني هيقدم على هذه الخطوة على الاقل قبل منتصف عام 2015 ومن ثم زي ما قلنا ان ده طبيعي ان مع بدايات الدورات الاقتصادية دائما ما بيحصل فيه تراجع صحيح هذا التراجع حادة هذه المرة في اسعار السلع لكنه بيحصل تراجع في اسعار السلع ومع يعني بعد مضي فترة من الوقت دائما ما بتلجأ او بيتم اللجوء الى مشتقات الطاقة بشكل عام نتيجة لوفرة الانتاج او لزيادة الطلب على الانتاج في اللي بنقول عليها شركات الانفاق الرأسي مالي وبالتالي بيحصل زيادة في الطلب على النفط كما حدث في نهاية 2008 ووصول الاسعار الى مستويات 147 دولار اذا من القاهرة اشكر طيفي هاب سعيد عضو مجلس ادارة شركة اصول للوساطة المالية شكرا جزيلا لك